المريض النفسي المريض النفسي من أدق الحاجات بالنسبة للمعاملات اليومية بالنسبة له هي طبعا الحياة العائلية مع الزوجة فعايزين نقشه النهاردة هل المرض النفسي له تأثير مباشر على حياته الجنسية مع زوجته وهل الأدوية لها دخل كبير في الموضوع ده وهل يمكن تلاشي الموضوع ده يعني دي كلها سئلة بتطرح نفسها عايزين نتكلم مع حضرك شوية عن الموضوع ده تفضل حضرك تمام أنا طبعا يعني دايما بتشرف بحضوري هنا في القناة الصح والجمال وده يعني أسئلة محرجة أنا يعني بحب العنوان ده لأنه الحقيقة فيه حاجات كتير الناس بتبقى حابة بتعرفها بس بتحرج يعني بفيه أزمة كده وهو ده برنامجنا وهو ده برنامجنا نحنا بنقش يمكن قضايا محرجة شوية ناس يمكن تحرج إنها تسأل فيها فإننا بنحاول نوفر لهم المعلومة بأسلوب طبي علم بأسلوب علمي لأنه لها مصادر كثير إن شعلم حتى الإنسان البسيط مضبوط مضبوط فكان التايتل بتاع البينامج إن هو التربات النفسية أو الأمراض النفسية بتأثر إزاي على الصحة الجنسية للإنسان مضبوط هو أصلاً الصحة الجنسية دي مسألة يعني معقدة جداً والعملية الجنسية أصلاً مسألة معقدة جداً فأي حاجة تحصل أي الترب يحصل أصلاً يعني جسدياً أرجانيك يعني أو عضوياً أي عضوياً بالإضافة إلى نفسين هذا يؤثر على الأداء الجنسي سواء للرجل أو المرأة برضو عشان نبقى واضحين طبعاً الأمراض الجسدية كل الناس يعرف بقى أن السكر بيؤثر على الأداء الجنسي وحاجات كده كتير بس بالنسبة بقى لنا إحنا بش بنقول بس الأمراض النفسية دكتور أيمن إحنا بنقول أي اضطراب نفسي يعني أحياناً بيكون واحد مكتئب شوية فما يبقاش له نفس ما يبقاش عنده رغبة جنسية فما يحصل لهش انتصاب من الأول كده مش مثلاً ملوش مزاج بس ما يشي الحال لا ما يحصلش انتصاب أصلي طبعاً وعلى صعيد آخر برضو بالنسبة للمرأة برضو لما يكون شوية اكتئاب ما يقول شوية اكتئاب مش مرض اكتئاب شوية اكتئاب بيخليها برضو ما يبقاش عندها الرغبة مطلقة وعدم موجود الرغبة بشكل مطلق بيعمل استحالة للعلاقة حريبة تكلم عن اكتئاب بواجه نعام ولا الاكتئاب كمرض نفسي اه لا اتكلم عن شوية اكتئاب هذا هو الانسان العادي اي وعد فينا من غير ما يبقى عنده مرض موض وحش موض وحش موض وحش احنا بنتكلم عن مش بس مرض نفسي كمان الاعراض النفسية اللي بتيجي الانسان الطبيعي واحد مثلا متخانق مثلا واحد هيترفض من الشغل او ترفض فعلا من الشغل فهنا نفسيته زي الزفت فما بيعرفش يعمل الالاقه دي نقطة احنا بنوسع الدايرة النقطة الثانية حالك قلت ذكرت النقطة مهمة جدا اللي هي الأدوية فيه أدوية كثير أدوية لعلاج الأمراض النفسية وأدوية أخرى موجودة في بتستخدم في الطب بشكل عام فيه أدوية مش قليلة بتأثر على الأداء الجنسي وبنقسم التأثير على أداء الجنسي لشقين رأسيين بقاش فيه رغبة ما بقاش فيه رغبة وانتصاب ده على الجن وما فيش قصف أو القصف متأخر لدرجة يعني طويلة جدا ده على جنب تاني والقسمين دول لو حيك تاخد بالك ملهمش علاقة بالخصوبة يعني الخصوبة ده أمر تاني ده خصة تانية فإننا نتحدث نحن نتحدث فيه علاقة أو لا فالعلاقة قائمة على بالنسبة للراجل قائمة على الانتصاب وقصف نسمى حضرتك في فاصل معلش ونرجع تاني نتحدث بعض الفاصل أن نحن لدينا المشاكل الجنسية في الرجل تنقسم إلى قسمين يعني حاجة تؤثر على الانتصاب يعني حاجة تؤثر على القصف بالنسبة للمرأة هيبقى الموضوع في شبه كده يعني شبه كده قوي حاجة تؤثر على يعني إمكانية حدوث العلاقة اللي هي أن هي تبقى أن يكون المهبل يصلح للحركة والحاجة التانية أنه هي توصل لدرجة الإشباع اللي هي في الأخير لذي الراجل يعني عندنا بقى الأدوية بتاعتنا مثلا وليكن أدوية علاج الأمراض النفسية في منها اللي بيضعف الرغبة كثير منها الحقيقة بيضعف الرغبة وفي منها اللي بيأثر على القصف وكذلك بالنسبة للمرأة مثلاً بمثلاً هذا بالنسبة للأداء الجنسي بالنسبة للأدوية نأتي في بعض الاترابات النفسية وذي يعني بعض الناس ما تعرفها لما يكون حاجة اسمها الاتراب الوجداني سناء القد بعض السادة المشاهدين هم يعرفها بحكم أن عنده حد يعرفه عنده المرض اللي هي بيبولار ديس أوردر اللي هو الاكتئاب مرض الاكتئاب مرض بقى هنا مش بنقول أعراض عادية والوقت التانية عنده حاجة اسمها هواس المريض دي يعني طبعاً محتاج علاج لأنه الحالة دي لا يحتمل ساعات بيبقى مكتئب بحلقتنا النهاردة بيبقى كمان مرتب بأن نشاطه الجنسي عالي جداً مريض الهوس ودي نقطة مهمة بقى عشان أستاذ المشاهدين يعني تفعوا من الحلقة دي مريض الهوس أو مريضة الهوس قد يعني يفعل ما لا يمكن فعله في أثناء وضعه طبيعي يعني يمكن يعمل علاقة جنسية مثلاً مع واحدة طبعاً سأل المشاهدين هل الحالة العصبية بتاعة أي إنسان هل ممكن تؤثر على حالته الجنسية اليومية فمن تلقى اتصالاتك على الأرقام الموجودة على الشاشة تفضل أذكره فمريض الهوس ده دي لسنة مهمة لأننا عندنا فيه هوس كامل وفيه هوس خفيف فمريض الهوس ممكن يبقى عنده رغبة جنسية زيادة قوي عن الطبيعي فتخليها من سلوكات مش طبيعية وحاجة اسمها يعني الحاجات الإنسان الطبيعي عنده قيود اجتماعية بنتعلمها أثناء حياتنا ما ينفعش مثلا تمسك مثلا واحدة ماشي في شات ما ينفعش تحرش بيها مثلا حرام وعيب مثلا أخوها لو شفك هيدرابك يعني مثلا فهو مبقاش عنده الكلام ده خالص وفجأة من غير ما يبقى ده سلوكو نلاقيه بيقول كلام مثلا بيشتم شتايم أبيحة ونلاقيه مثلا بيروح يتهجم على يتهجم على بنات ماشي في الشارع فأنا بذكر ده لأنه أحيانا المريض ده ما بيتشخص صح يفترض ان هو فجأة الجنن أو قل أدبه مثلا فجأة بقى صايع يمسكوه يضربوه مثلا ده مريض يحتاج للعلاق طالما كان سلوكه طبيعي على مدار حياته وفجأة بدأ يدي سلوك أبيح يمشي يعاكس الناس اللي ماشي في الشارع فبينامشي بيتحك كثير بيتكلم كثير بيوزع فلوسه على الناس اللي ماشي وراحة وجاية ده مريض محتاج بسرعة للعلاج ومعليش برض مش هنودي يقروا عليه عشان نبقى يعني نجيب من الاخر لان هم بيودوا يقروا عليه ومرة واثنين وعشرة وما بيجيبش نتيجة وفي الاخر اللفة دي هي تعب وإرهاق وصرف فلوس وطاديع وقت على طول حالة بالوضع ده ده مش ملبوس ده مريض فيه كمية متغيرة في مامو ياخد الدواء بيبقى زي الفل ممكن يحصل الكلام ده في سن تحت العشرين ممكن يحصل من عشرين لتلاتين ممكن يحصل من تلاتين وانت طالع ممكن يحصل بعد الستين مالهاش سن محدد يعني ممكن مثلا تيجي تيجي حالة عندي مثلا ده أبوي بيتحرش بي وهي عندها مثلا عشرين سنة وأبوها ده عنده ستين سنة فجأة كده بقى بيتحرش بي وانا بقيت خايفة منه وكذا 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 ده مريض محتاج علاج وكان راجل فاضل وكان راجل كذا وكان راجل كذا فلما نشوف حالة مثلا نسرع بعلاجه فكده انا اتكلمنا عن الأداء الجنسي لما يزيد عند المريض النفسي تمام احنا كده قلنا ان في أمراض نفسية تقل الأداء الجنسي وفيه حاجات تزود جدير بذكر برده المريض الفصام اللي هو بعض السيدة مشاهدين عارفين المريض لانه موجود في بيوت كتير عند الناس المريض ده بيجي لنا دائما أهله يسألونا طيب نتجاوزه صح سؤال مهم جدا انه يخدش في الحياة الاجتماعية لان انت كده انت سعد تدخل معك شرك حياتك فهيتظلم معك هل فعلا يقدر انه يتزوج او لا هل ينفع يتجاوزه او لا هل حرام علينا ان احنا نجاوزه او لا نظلم نقول للعروسة لا لانه احيانا بيبقى دكتور ايمن بيبقى حالته مستقرة ما بيبقاش باين تجيله مثلا الحالات كل سنة مرة او مرتين موسم يعني وفي اسناء بقيت حياته كويس الاهل دائما يسألوا السؤال هل نجاوزه او لا هل نجاوزه او لا هل نجاوزه واحدة ايضا شبهه او كده مثل حالته او لا احنا نحن ما عندناش رد قوي في الموضوع احنا بنقول ان المريض مريض الفصام اللي هو السكيزوفرينيا احنا في كثير من احيان يقول أنني لا أريد أن أتجاوز لأنه ليس لديه القدرة وهذا من الأطلابات المشهورة التي تضع في القدرة الجمسية فأصلاً لا يريد أن أتجاوز، لا يفكر في الجوائز لكن في بعض الأحيان، لو قال أنني أريد أن أتجاوز نحن يجب أن نبلغ الأهل ممكن أن بعض الأهل يكون محرجون من هذه المسائل لكن يفترض أن يبلغون بشكل علمي يعني أنا دايماً أقول لأهل المريض هتولي العروسة أو أهل العروسة لكي أفهمهم الوضع وكيفية تجنبه وكيفية علاج ولو حصل هذه الحالة ممكن تعمل إيه لا طبعاً حاجة مهمة جداً يعني دكتور أي من بعض مرضة الفصام فعلاً يعني ينجحوا في حياتهم يخرجوا من الكليات يعني المريض ممكن مثلاً يبقى جعل لنا وهو في السنوي ويمشي في الشارع يقول أن المهدي المنتظر ويتخرج من كليات قمة تستغربش عادي جداً يعني الحمد لله بفضل الله يعني النهاردة بقى عندنا أدوية وطرق علاج متنوعة وعلاج نفسي دكتور أحمد نحن نتحدث عن تأثير الأدوية على الحال الجنسية للمريض النفسي يعني أكيد المريض نفسي يأخذ أدوية هل الأدوية دي تليها تأثير مباشر على الحال الجنسية بتاعتك؟ نرى حدوتك هو نحن دائماً نبقى أو يعني مميزات وعيوب دلوقتي المريض عنده أعراض شديدة تأتي مثلاً واحد حامل أنا أخذ الدواء اللي لا أخذوه حسب الحالة لو الحالة بتاعتك مثلاً تستدعي ما ينفعش ما ندكيش دواء يبقى لازم نديها هنخاطر مع الجنين يطلع فيه حاجة أو لا أو هيسقط خالص حسب وفي حالة تانية الأمر يحتمل ويتحمل أننا ما نديش دواء أثناء الحمل فكذلك حسب قوة المرض دكتور أيمان وقوة المرض النفسي هو قوة تأثير الشخص ده على اللي حواليه يعني لو هوا بيتهيجوا بيكسر الدنيا وعمل مشاكل ومصائب طب معلش بقى خلي الصحة الجنسية دلوقتي على جنب والأهم والأهم أن نحن نهديه صح يعني هي أولويات أخذ بالساعدتك برضو حتة أن هو يأخذ الدواء فترة أطول من الدكتور كتبها عندنا التزام معين مثلا هنديك الدواء ده لمدة 3 شهور أو لمدة 6 شهور نحن نعدي المرحلة ده وبعدين نوقف الدواء ما ينفع نخلف بقى في النص عشان أصلا ما ما بيحصل ليش انتصاب مصبع ما نحن ندلقتي ما قدامناش غير كده حسنا الحلقة شرفت على الانتهاء يعني فضلنا دقيقة هنريد نصيحة من حضرتك للمرضى النفسيين كيف تجنبوا أي مشكلة ممكن توجيههم بالنسبة حالتهم الجنسيين نصيحة من حضرتك يعني في دقيقة والله نحن نقول المرضى النفسيين محتاجين أن يتعالجوا كويس العلاج الكويس هو العلاج اللي بيجيب نتائج كويسة وأقل عراض جانبية فلو العرض الجانبي مثلا بتاع الاضطراب الجنسي قوي قوي فحنا وهنطول في العلاج فحنا نحاول نغير الخطة العلاجية وكل ده بيرجع يعني بيرجع عند الأطباء النفسيين هم اللي بيبقوا بيقودوا الرحلة بتاع العلاج بالنسبة يعني برضو سؤال كده حضرك تنصح المريض النفسي بواجهة عامة أنه يقدم على الزواج هل ممكن الزواج ممكن هو يقدم له شيء كويس ممكن يحسر من حالته ولا في جميع الأحوال بيبقى الموضوع يبقى عليه المبهر يا دكتور أيمن المبهر أن المريض النفسي الجواز من أحد ركائز العلاج بتاعه يفيدوا بس زي ما حالك قلت لازم الزوجة تعرف ولازم أهل الزوجة تعرف بس يعرفوا الطريقة علمية عشان لا يخافوش وإجروا يعني تبعارفة ازاي على اللي خالص ستتعامل ازاي معاه لو حصلوا حالة معينة لو حصلت حالة هياجة أو حاجة لازم تقدرة العملية وبعدين ختاما قلة الجواز أصلا أو الوحدة الوحدة الجنسية من أحد أسباب المرض النفسي يعني كتير من المرضى النفسيين بيبقوا أصلا معيشين لوحدهم نعم نحن سعدنا وقش عرفنا بحضرتك أنا سعدت بك دكتور أيمن نحن سهلا بك في آخر حلقتنا لا سعنا إلا أن نشكر دكتور أحمد الباز أخصائي الأمراض النفسية والعصبية وإلى اللقاء القادم معكم في حل قادمة إن شاء الله أستعطيكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته